اشتركوا في القناة حديثا بساسمان الزعيم بيت في ربض الجنة في من ترك المراء انتبه للحديث يا اخوان من نربي انفسنا كمسلمين وكالدعاة على وجه الخصوص نركز المعاني النصوص نربي انفسنا عليها وان كان محقا لمن ترك وان كان محقا انا ماك الحق وانت مسلم اصلا يكون ماك الحق دائما لكن ماذا يحصل الانسان ما يفتح باب الجدل يكون عكسي يعني لا يأتي بخير والله هذا مجرد يدخل في الجدال وحده سيتمسك لا تصبوا لذينا هذه من الاساسيات انت كيف لذلك لا بد انسان يمسك نفسه يكون صبر ليس انت معرف انت تزرع قبل هذا ما شغلك لازم تعرف الناس ولا تدخل في الجدل ستفشر في الدعوة لذلك ما عرفت احوال المدعوين كنا الان لا نهاجم ولا تصبوا الذين يدعون من دون الله لماذا فيصب الله عدوا بغير علم وحديث معاذ رضي الله عنه واصل بهذا الباب انك تأتي قوم اهل الكتاب انت كيف يعني فلا يبد ان تعرف اني الاقوام الجنسيات المختلفة ويختلف الاوروب من انفسهم يعني مثلا انت لو عتيتنا في اوروبا من جيهة والدتي الانجليز طالب طعم الانجليزي لكن تعال عندنا في جزيرتنا اجمل جزيرة في في المكانية في العالم يا اخي ايرلندا لما ارشت ايرلندا ليه قيم شيء بريطانيا لا شيء تعال عندنا في ايرلندا فهذا ايرلندا جمال ليش انا الجمال فعدت اهلها ما في اجمل منهم يا اخي ولا تطيبين جدا شوف الفرق بين بين الانجليز هو اه ولا ايش اسمه البحر قريبين جدا من بعض حتى هم استولى على بلدنا تمام مئة سنة مع ذلك هم اخلاقهم شيء وانهم اخلاقنا شيء اخر يعني مرحيل وطيبين تعمل انت كيف يختلفون لازم تعرف هذا ان تسافر الى ترك البلدان تعرف الاختلاف وتعرف ان هناك طبقات انظر امامكم هذا فقير هذا بور هذا متوسط هذا غني يعني كل واحد له هذا الثقافة هذا يتكلم بأسل لازم انت داعي تميز الخطاب يختلف هذا انسان مثقف لانا بتتكلم ما هو مثل مثقفين لو لو عندك القدرات لهذا يعني مثل كيف انا مثلا هذا فقير اتكلم معه مثل كيف وعنده بأسلوبك يعني مثلا انا اسلوبي دائما باللغتين انا 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 عجل متوسط لا عجل بأسلوب كذا لا بأسلوب كذا هذا ممكن اسلوح للجميع ان شاء الله يعني بجميع الطبقات فانتبه لهذا امامكم قاعدتان اساسيتان ضروريتان للداعية علي رضي الله عنه يقول لنا حدث الناس بما يعرفون لماذا التحبون ان يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هذا النتيجة اذا تخاطب الناس بما لا يدركون ما لا يعرفون لا يفهمون هذا يكون النتيجة وما انت بيحدث قوما حديثا كما قال المسعود رضي الله عنه لا تبلغوا اقولهم الا كان لبعضهم فتنة كيف هل الكلام هذا احد الاخوات مرة في اعلندا هي دقلت في الحمام فكانت منقبة وهذا ناذر في اعلندا انا ان شاء الله تشكر على هذا لكن ما تعرف هنا ذكرت له في جلسة السابقة لازم عندما تفعل شيء لازم تعرف لماذا أفعل طيب هو واجب طيب انت اعلان في البلد غير المسلمين لو سألك احد ماذا ستقول ما فكرة في هذا هي تعرف من الجانب الشرعية فجاءتك يا شيخ انا سألني المرأة ما كان اعرف اي شيء يجيب طيب ماذا قلت لها قالت اختلف العلماء اختلف العلماء على قولين بعضهم قالوا بالوجوب وبعضهم قالوا بالاستحباب فانا انا اراء القول بالوجوب ولذلك انا يلتب باسم العالك المسلمون عندهم دينان لان تفهم ممكن نزيد واختلف ايمة العربع في هذه المسألة فذهب الجمهور الاستحباب وذهب الحنابلة الى الوجوب ويقول لك لا الآن اختلف الشافعية فالراجع من الشافعية هو قول النوي ونوي رأب الوجوب وحتى الحنفية هم يقولوا في زمن الفتنة ان النقاب واجب وهذا زمن الفتنة فالنقاب واجب فانقلب القول الجمهور الى الوجوب ولس الى الاستحباب باسم الله انا شوشت عليكم الان انتم مسلمين فنأتي لها غير مسلم بهذا الاشياء ولا فتنة ولا فتنة هم يقول لنا صاريخة عندنا كثليك وبروتستان هذا خاصة في الورب ممكن ما يعرف الارتودوكس فحاول عندهم اربع اربع مذاهب اربع اديان مختلفة بسم الله كل حسبنا السنة والشيعة عندهم مالكية ومدريش والتاني وشافعية ونشوش عليهم هذا لنا كمسلمين مذاهب فقهية وهذا جزء من الدين لسهو علاقة بداوت غير المسلمين فهذا ما كان الجواب المناسب طيب ايش كان الجواب المناسب هذا شغلكم انتم الان في الكومنس تحت اذكروا ايش كان الجواب المناسب ان شاء الله دعنا شانا نتفعل مابكم ان شاء الله هاته فعلا يكون دورة ان شاء الله المتابعي معنا في اليوتيوب ان شاء الله يعني يجيبون ان شاء الله بالاسلوب المناسب اللي كان للهاجوب لكن اسلوب ما تقاني اختلاف لا ما كان مناسب ابدا طيب امامكم الان روبات ما الفرق اين هذا وذاك الان بدأ يصنف الان في الغرب وكذا يصنف المرأة حتى ما تكون عند اللسان ما تعلق ما كذا تمشي على مزاج الرجل تخلص من النساء اللي صلى الله عليه وسلم طيب امامك روبات وانسان ما الفرق واضح الجواب يعني هذا يعني لو ترى هذا ادخال واخراج يعني افعل لا تفعل اما هذا البشر الذي امامك فهو عاقل ونفس وروح وقلب وفطرة يعني لازم يكون هذا مختلف هو ممكن يقتنع بكلامك لكن ماذا سيحصله في حياتي ماذا سيحصله ما زويتي ما عمني ما اسرتي ما قبيلتي يعني يخاف يفكر مئة تفكير الف تفكير قبل ما يغيره ويقتنب الإسلام لماذا مهم جدا فأول شيء كيف تتعرف ماه تتعم ماهو وثانيا في يعني ليس انك عندك حجة واندك أسلوب كذا أنا كل واحد في آخر آخر الجلسة مثل روبات أشهد ألا إله إلا الله يدخل في الإسلام لأنه عندك حجة لا هذا يا أخي يفكر شيء في عقله شيء في نفسه شيء في روحه فطرة أصلا فيها مشكلة لكن موضوع الفطرة ننتبه دائما نقول لك ننتبه للشاشة الصورة شيء وكذلك موضوع الخط تحت كلمة فطرة لماذا يا أخوان انظر بعدها موضوع الفطرة لماذا لها علاقة مباشرة بالدعوة فأنتك كيف وانا أنا أقول لك هذا الأسلوب جوراب أسلوب منطقي ما في شيء في هذا الأسلوب إلا مأخوذ من القرآن والسنة مباشرة كل شيء مأخوذ من القرآن والسنة انظروا أمامكم موضوع الفطرة هذا فطرة الله التي فطر الناس عليها معنى كل واحد في الداخل عندما الله سبحانه وتعالى أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى يعني فطرة الله التي فطر الناس عليها في الداخل كل شخص لا يختلف ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على ماذا؟ على الفطرة فأبواه يهوداني أو ينصراني أو يمجلسان حسب بيئتي هذا أصبح هندوسيا هذا أصبح سيخيا هذا أصبح كذا حسب البيئة التي تربى فيه لكن في الداخل الفطرة موجودة هذا مهم جدا الدعي يكون ركز على نقطة هذه الفطرة تصبح مغطأ بغيوم بأوساخ وكذا شغلك أنت المعرف تنظف تنظف حتى تدخل إن شاء الله هدايا إليه هناك مفاتيح ستة ستة مفاتيح ممكن تستخدمها لفتح الفطرة أمامك في الشاشة هذه مفاتيح الفطرة الستة سلوب أي مفتاح تمرو أي مفتاح واضح الحوار المنطقي هذا هو الأساس في الدعو نعم في التعريف هو الأساس هو الحوار المنطقي هذا الحوار هذا يكون الأساس لكن هناك مفاتيح أخرى قد نستفيد منها جميل فعندك مثلا المعاملات الشخصية عندك الوحي هذا جزء من قورة في الوحي لكن هذا له باب كبير القرآن والقرآن والسنة في باب كبير جدا في الوحي كان عندنا ملتقى مع أكاديمية الصحابة في إسطنبول قريبا يعني كان الموضوع كله حول هذا ولم نأتي بفعلا بالغرض المقصد أن يحتاج ملتقيات ومؤتمرات لهذا دور الوحي في تعريف بل المسلمين بالإسلام هذا جانب مقصر يعني فعلا لن أنا أقول لك يعني عندي خبرات سنوات طويلة في هذا وأنا أشعر فعلا لم نستفيد من القرآن والسنة في تعريف غير المسلمين من الإسلام حتى الآن إلا قليل جدا صح في فواعد إنسان نرى بعضها ومن العلماء السابقين وكذا كتبوا كتبوا فيها جاء لكن ما زالت كنوز عندنا وساليب عندنا لم نستفيد ولم نصل إليها حتى الآن إن شاء الله يعني لو ناية بهذا الجانب هو يعني بتعريف غير المسلمين سنصل إن شاء الله وتعالى طيب أعطيكم الآن مثال سريع كيف أو مثالين كيف نستقدم هذا الأسلوب يعني هذا المفاتيح لماذا مثلا الحوار المنطق هو الأساس لكن ربما أجد مدخل بمفتاة آخر إنسان يكون أصلا خلاص قريب من الهداية فنستقدم مفتاة آخر لأنه خلاص ودخل في الإسلام ما يهتاجني هيوها المنطقي كاملا ممكن ألخص له فقط أنا أتاكد إذا هو فاهم بس ما يهتاج مثال الأول كنت في مسجد في بريطانيا وما شاء الله البريطانيين الله مبارك لهم من أكرم المسلمين في العذب لحصايات تصدقون الله مبارك فكل نجمع تبرعات لإخواننا المحتاجين في المسجد فجاء واحد وتصدق بخمسة آلاف ستوليني جني ستوليني خمسة آلاف يعني ما هو خمسة مئة ولا خمسة خمسة آلاف هذا مبلغ كبير جدا يعني هذا بالريال السعودي تقريبا يعني خمسة ونشوين ألف أو زيادة حتى يعني حسب يعني بعد بريكسيت يزيد وينقص يعني بس سابقا أنا ذاك كان قوي جدا ممكن ممكن ثلاثين ألف أنا ذاك كان تقريب من ستة فهذا يعني مبلغ كبير جدا فقال كلمة وصاحبه يجبه قال كلمة أنا فنت رجمه مسلم لكن هل يتصور إنسان في مسجد يجمع تبرات للمسلمين ومع المسلم ويتصدي بخمسة آلاف أن يكون غير المسلم لا يتصور هذا صحيح لا لكن ما ذلك بعد البنامج جاء هو بصاحبك يا أخي هذا كلمه عن الإسلام أنت مسلم جديد وهذا إنسان يعني ليس مسلما ها شعوري كان صحيا لماذا يا فلان قال يا أخي أنا سبع سنوات أصحابي كلهم مسلمين أنا أصلي صلوات الخمس يعني غالبا يعني ما أترك الصلاة وأقرأ القرآن وأصوم رمضان أفعل كل شيء من المسلمين طيب أين وصل هذا الشخص الآن انتبهوا أعرض للشاشة الآن انتبه للشاشة أهل المفاتيح أي مفتاح هو الدخل أعلا هو الدخل من المفاتيح أعلا من أبواب دخل ربما يكون الحوار المنطقي سبق أنه قراء الإسلام هاته وقالي قال نعم قراءة الإسلام فعنده مثل علم الإسلام فممكن الحوار المنطقي هو مر بهذا طيب بس في مواقف أخرى أنا عنده معملات شخصية مثل تعامل مع المسلمين دائما عنده روحانيات الواحي يقبل القرآن ويقبل الإسلام ربما تعمق في شيء من هذا منذ مواقف منذ تجارب في حياتي ربما يعني يكون تعامل مثل تعامل المسلمين ربما فربما هذه المفاتي أصلا كلها موجودة فقلت له الآن ما يحتاج أنا أقول طيب الآن أعرفك بالجي وبالأو وكذا لا هو إنسان خلاص وصل هذا فقلت له ماذا تنتظر الآن يقول سألتني إيش الشيء اللي عجبك في الإسلام قال لا جيمني كل شيء في الإسلام في شيء ما عجبك ممكن أزيل شبهة الآن الآن قام زيدون قام محمدون لا لدي سلوب الآن إنسان يفكر خارج الصندوق الآن خلاص هذا الأساس نعم حوال منطقي لكن الآن أشتغل معه طيب في شيء ما عجبك اللي هو اللي يمنعك من الدخول في الإسلام قال لا والله ما في شيء دائما يقولون أنتظر الوقت المناسب أو يقولك أنتظر علامة بوم تدخل إلى الداخل بقوة الآن هذه الآن فرستك هذه الإعلامة لتنتظر هذا الوقت المناسب ما في أجمل له يا الله الآن قلت له ما نخليك تمشي من هنا إلا تسلم وقال كلامك صحي شيخ والحمد لله وقف ما هنا اشهدوا لله يلهموا واشهدوا الله والحمد لله تدخل في الإسلام الحمد لله هذا كان جاهز فأنا دعي استخدم المخ عندي مفاتيح أخرى استخدمها مثال آخر أخت أرلندية أخت أرلندية وانتبهوا ما جيني للتعليقات واحد يقول يا أخي دائما منذ انتقلت إلى أرلندا يقولون لي لو تعرف واحدة أرلندية ممتازة متميزة عد أصحابي يكلموني تريد أن تتزوج كلمني لو سمحت أنا قلت أبشر لو وجدت وعندها أخت سأكلمك ما أقصر معك كنت أخطى لنفسي تكون موجودة لكن هذا أصلا ما مجال زوجي ما تزعى مني ما أريد غيرها تتزعى تشاهد الحمد لله الحمد لله كنت أقول هكذا للأخوان أصلا لو كانت موجودة أنا ذاك كنت أخطى الآن خلاص اكتبت طيب الآن جاءت الأخت الأرلندية هذه ولا تسألوا عنها ما عرف فعل الله بها الآن عمنا 18 سنة دخلت في الإسلام إن شاء الله عليها يعني كنت أعظون عندي في قناتي في اليوتيوب أعظون ذكرت قصتها ممكن ترجع لها لكن هي مرت بمرحلة صديقها قبل الإسلام كان مسلما البوي فرينت ما جاء رمضان هو مشكلة عندنا 19 ساعة السوم والمسلمين يفعل الحرم كثير لكن ما يتركوا السوم شيء عجيب يعني ممكن ما يسل لكن يصوم يعني تبدأ 19 ساعة يصوم ثم الصلاة ثم صلاة الترويح ما في وقت فقال لشيء اللي يكون نفعل محرمة هذه لو سمحتي بس أنا شاء الله المسلم تعرفين خليلها مع بعض رمضان شوف تضامنها وحبها قالت له أبشر أنا معك ما في أي مشكلة أنا ننتظرها بعد رمضان حبها للرجل بدأت تقرأ عن الإسلام بدأت تقرأ عن الترويح تقرأ الصيام وكذا قال خلي تطبق معه هم يصومون صامت هم يقلون القرآن أخذت القرآن تقرأ القرآن هم يصلون أنا أصلي هم يصلي الترويح أنا حاول أنتم تصلي يا فلا أنا أصلي معك بعمل كذا أنا أعمل صوم معك عشان أحبك أنت كيف فدخلت الآن تأثرت قالت في بعد رمضان جاء الرجل هي تحكي لهذا القصة بنفسها جاءت عندنا وجلست معنا وتحكي القصة بعد رمضان قال يلا بسم الله الشيطان اللي كان صدف في رمضان أنا المفكوك الآن يلا نرجع لما أكون عليه فهي بتقول لا هذا حرام في الإسلام لا يمكن نفعل هذا إلا بالزواج يقول لك كذا خلاص أنا ما أرغيك خلاص أنا نفس الشيء ما أرغيك خلاص فالحمد لله كان الفصل بينهم الحمد لله فهي تقول بعد ذلك طبعا أنا أخذ الإسلام تمر جنب المصلى عندنا المصلى وعلا يعني بيت أعلى مش الأخوة جدا جميل جدا في الداخل على ذاك ما كان شيء في الداخل أصلا بيت قريب من المستشفى عندنا في إيرلندا الدكاتر والمسلمين هكذا المنطقة وكلنا نصلي في هذا المسجد وكان أقرى المسجد إلا بيت فنصلي هناك كثير لكن في الداخل لا شيء بيت يعني في نهاية فهي تعرف هذا المسلم المسلمين قالت أنا شعرت بالشعور شيء عجيب في الداخل أيش الشعور هذا كان ما شيء حصل لي في الداخل ولا واقف جمع المسجد قلت تبكي بقوة تبكي بقوة تبكي ما أعرف إش حاصل وتنظر فوق إلا الشهاب يمشي يعني شيء غريب الآن مرت بهذه مراحل عندما جات هذه هنقولها نبدأ بالج ثم الأو ثم الأر ثم البي قو راب هذه جاهزة أول شيء دخل بالروحانيات الدخل على مواقف الآن عجيبة أشوف عيش حصل أمام المسجد قرأتها للإسلام تعرف أن الإسلام يعني الآن التأمل وتفكر حصل ليش حصل الموقف هذا ممكن تقريبا جميل المفاتيء أو أربع أو خمسة منها دخلت منها هي جاهزة فأنا استقل مفتاة أخرى وخلاص بسم الله ودخل في الإسلام الحمد في 18 سنة فهذه جاهزة فالآن أخذ من المقدمات كاملة الآن سندخل إلى العمل العمل حقيقي الحوان سنبدو فيه أهلا بسم الله ألان دورك يا أخوان أمامك الشاشة هذا المدعوم من منكم سياد وحذر رجل خفت أنا كذلك كل ما أرأى صورة أخاف سرعة أنا أمت الدورة هذه مئة مرة وكل ما أشهر هذه تظهر عندي في الشاشة أنا أخاف وأنتم أكيد ألان خايفين كذلك لكن لا تحقيرون من المعروف شيئا انظر إلى هذا اللهم يمقلب القلوب انظر إلى الهداية سبحان الله هذا الوحش إنسان يعني ما ينفسه إنسان هذا أصلا يعني انظر كيف انقلب بعدما أسلم وعا كذا يكون إن شاء الله حينما تسعى لهداية الناس وتحرس إلى هداية الناس تجه هذا الخير بإذن الله وفي الجلسة القادمة إن شاء الله ندخل بالتفصيل حوار الدعوة وننطلق إن شاء الله كيف نطبق هذا أسلوب قورة إن شاء الله نراكم قريبا بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله